استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعيه اليوم الدعم الطبي لمصابي قطاع غزة حيث تم استقبل نحو ألف وثلاث واربعين حافلة بإجمالي أربعة واربعين ألف وخمسة وستين مصابا من بينها عشرة ألاف وسبعمائة وثلاثون طفلا وقد تم تطعيم هؤلاء الأطفال ضد الشلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكافة وشهد الاجتماع التأكيد على توفر أطقم طبية متخصصة في مختلف المجالات لتوفير أفضل استجابة طبية لمصابي القطاع وتستقبل مصر ما بين أربعين إلى خمسين مصابا يوميا حيث يتم توزيعهم على نحو خمسة وثمانين مستشفى وقد تم إجراء نحو ألف وخمسمائة واثنين وستين عملية جراحية للمصابين هذا بالإضافة إلى الحالات التي تم إعدادها للسفر إلى الخارج وقد بلغت ألفا وثلاثمائة وستا وستين حالة